اشتركوا في القناة النهاردة زي ما احنا شايفين مع بعض كده هنشتغل طاقية بغرزة سنابل الامح الحياة من التطبيقات السهلة جدا والقيمة بتبقى حلوة قوي في اللبس زي ما احنا شايفين خليني اقول انها اهداء لحبيبتي اللي طلبت مني طاقية بغرزة الصنبولة من التطبيقات الحلوة قوي وعلى الفيديو السابق اشتغلنا مع بعض اسكارب دائري بنفس الغرزة كده فاذا ما شفتهوش معايا او بتابعيني لاول مرة هسيبلك اللينك متوفر اسفل الفيديو في الديسكريبشن بوكس علشان تقدري تطبقي التقم بالكامل اه كمان حاب اذكر كل حبيبي واصدقائي قبل ما نشوف باترون النهاردة اننا بالفعل اشتغلنا موديلات وباترونات مختلفة كتير من الاسكاربات والطواقي والسلاوتشي بالاشكال اللي احنا شايفينها كده فاذا ما شفتهاش معايا او بتابعيني لاول مرة وحابة تتابعي اي باترون منهم هتلاقي اللينك الرئيسي متوفر اسفل الفيديو في الديسكريبشن بوكس من خلاله هتبقي على الصفحة الرئيسية وتقدري تتابعي كل الاشغال والتطبيقات اللي نزلناها مع بعض اما دلوقت خلينا نشوف الادوات وطريقة التطبيق لباترون النهاردة الادوات اللي هستخدمها هشتغل من خيوط صوف متوسطة الصمك بالشكل اللي احنا شايفينه كده وهستخدم 3 الوان مختلفة طبعا تقدري تشتغلي معايا نفس التطبيق من لون سيدا هستخدم عليهم ابرة رقم 4.5 مليمتر هحتاج لابرة التنظيف المقاص اي وحدة قياس بالسنتيمتر علشان نعرف ناخد المقاص اللي هنشتغل عليه وهنبتدي نعملها هناخد المقاص اللي هنشتغل عليه اي مقاص سواء كبير او صغير بنشتغله بنفس الطريقة كده بواحدة قياس بالسنتيمتر وبنلف بالمزورة حوالي مقاص محيط دوران الرأس الرقم اللي بيطلع عندنا هنا على نهاية الدائرة هو ده رقم البداية بس عشان الهندميت بيموت يعني ممكن اقل 1 سنتي او 2 سنتي عن المقاص الفعلي علشان يبقى المقاص مزبوط معايا يعني سي لو اخدت مقاص محيط دوران الرأس كده تلع 33 هقل لحد 31 واشتغل اه وخلي بالي علشان اشتغل الورزة بتاعتي هشتغل من وضعفات العدد اربعة ده معناه انه بعد ما باخد محيط دوران الرأس بارتفع على سلسلة البداية اربعة سلسلة في اربعة سلسلة في اربعة سلسلة في اربعة سلسلة لحد ما اوصل على المقاص المناسب اتفعت بي اربعة وستين جرزة سلسلة لما بنرتفع على الاياس المناسب اللي هنشتغل وكده بنتأكد انه الدور بتاعنا على اتجاه واحد وهروح على سلسلة البداية اول سلسلة اشتغلتها بالشكل ده كده ادخل اسحب الخيط واشتغل غرزة منزلقة بطلع من الحلقة اللي على الابرة ابقى اغلقت الدايرة بالشكل اللي احنا شايفينه كده هرتفع على المنزلقة اللي اشتغلتها هرتفع ثلاث سلاسل واحد اتنين ثلاثة هاعتبرهم اول غرزة بنسبالي اول غرزة عمود بلفة وعلى الغرزة اللي جاية وعليها الدور هليف الخيط على الابرة وادخل جوه الغرزة بالشكل ده كده اصحب الخيط معي ثلاث حلقات هاشتغلهم حلقتين فحلقتين وهقرر على الغرزة اللي جاية بنفس الطريقة هشتغل غرزة عمود بلفة وعلى كل غرزة هتقابلني والحد النهاية هشتغل بنفس الغرزة كده على كل غرزة غرزة عمود واحدة على النهاية بغرزة فوق كل غرزة بعد اخر غرزة اشتغلت عليها كده هجي على سلاسل الارتفاعل في النهاية وعد واحد اتنين وعلى تالت سلسلة هدخل اقف الغرزة منزلقة وانهي الراوند على الدور الجديد هبتدي اشتغل بغرزة البريد الامامي والخلفي علشان اكون الاطار فعلشان نكون اول غرزة هنرتفع سلسلة واحدة بس وعلى نفس المكان اللي قفلنا فيه منزلقة شايفين على نفس الارتفاع هلف الخيط على الابرة وانزل اشتغل بريد امامي هنزل اسفل الارتفاع بالشكل ده كده يبقى معي على الابرة اسحب الخيط واشتغل من العمود نفسه اللي هو حلقتين فحلقتين كده ابقى ارتفعت باول بريد امامي على الغرزة اللي جاية وعليها الدور هشتغل بريد خلفي بلف الخيط على الابرة ومن وراء الشغل بالشكل ده كده بسحب العمود للداخل شايفين واسحب الخيط واشتغل حلقتين فحلقتين وهكرر كده بنفس الطريقة واحدة امامي واحدة خلفي والحد النهاية هلف الخيط على الابرة ادور على الامامي على العمود اللي جاي هنزل من قدام السطر بالشكل ده كده اسفل العمود اسحب الخيط واشتغل الثلاث حلقتين فحلقتين بعد كده على العمود اللي جاي هشتغل بشكل خلفي هلف الخيط على الابرة ومن وراء السطر بالشكل ده كده بسحب العمود للداخل اسحب الخيط واشتغل بريد خلفي وهكرر بنفس الطريقة واحدة باشتغلها بشكل امامي من قدام السطر بالشكل ده كده واحدة بشكل خلفي والحد نهاية الدور وصلت على نهاية الدور بغرزة البريد الامامي والخلفي بعد اخر غرزة بالشكل ده كده هجي على طب اول غرزة بريد امامي اشتغلتها على الدور في طب الغرزة فوق كده وهقف الغرزة منزلقة اطلع من الحلقة اللي على الابرة وانهي الدور علشان هرتفع للدور الجديد هرتفع سلسلة واحدة بس وعلى نفس المكان اللي قفلت فيه منزلقة شايفين على طب الغرزة اللي قفلت فيها منزلقة هي هي هلف الخيط على الابرة وانزل اشتغل اول بريد امامي شايفين من اسفل الغرزة بالشكل ده كده اسحب الخيط وهشتغل التلات حلقات حلقتين فحلقتين ابقى ارتفعت باول بريد امامي على الدور ده هنقرر من نفس الدور السابق اشتغلنا بريد امامي على البريد الخلفي هشتغل بريد خلفي بلف الخيط على الابرة ومن وراء الشغل بالشكل ده كده بسحب العمود للداخل واسحب الخيط واشتغل من نفس العمود البريد الامامي البارز للامام كده هشتغله بريد امامي والبريد الخلفي هشتغله بريد خلفي من وراء الشغل وبسحب الغرزة للداخل كده وشد الخيط وبسحب حلقتين فحلقتين وهكرر كده على مدار الدور كله كل بريد امامي هشتغل عليه بريد امامي وكل بريد خلفي هشتغل عليه بريد خلفي على النهاية في النهاية بعد اخر غرزة كده هقفل في طب اول غرزة بريد امامي ارتفعتها على الدور بالشكل ده كده وانهي الراوند انا بالنسبالي مش هرتفع اكتر من كده على الاطار العرض ده بالنسبالي مناسب بس انسي ازا حب تعرضي الاطار اكتر من كده كل اللي عليكي تعمليه انك بتقرري من نفس السطر هو هو بريد امامي وبريد خلفي بنيجي على النهاية نقفل منزلقة على طب اول غرزة كده نرتفع سلسلة واحدة ونلف الخيط ونشتغل اول بريد امامي على نفس الغرزة اللي قفلنا فيها منزلقة ونلف بالدور من جديد لما بنوصل على العرض المناسب كده انا هنا خلاص كده مش هرتفع من جديد فهاخد سلسلة تأمين هرفع الخيط وهقص حلقة بداية جديدة بالشكل ده كده وهاجي على اي غرزة من على الدور مش هتفرق وهدخل في حلقتين الغرزة بشكل سليم واصحب الخيط واللون اللي هشتغل منه هرتفع به تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هاعتبرهم اول غرزة عمود معايا على نفس الغرزة الاولى هي هي نفس مكان من الارتفاع وهليف الخيط على الابرة واشتغل غرزة عمود بلفل العمود العادي حلقتين فحلقتين مع الارتفاع يبقوا غرزتين عمود بالشكل ده كده هيخد سلسلة واحدة بس وعلى نفس المكان هو هو في نفس الغرزة هكون كمان عمودين بلفل هليف الخيط ادي العمود الاول والعمود التاني كيبه انا اشتغلت غرزة مكونة من عمودين سلسلة عمودين بالشكل ده كده هبتدي على الدور اكرر بنفس الطريقة كده هفوت واحد اتنين تلاتة وعلى رابع غرزة هكون من نفس الغرزة اللي اشتغلتها هليف الخيط على الابرة هفوت واحد اتنين تلاتة وف رابع غرزة هدخل في حلقتين الغرزة بشكل سليم اصحب الخيط واشتغل عمودين بلفل واحد اتنين اخد سلسلة واحدة بس وفي نفس المكان ارجع اكون كمان عمودين ادي العمود الاول والتاني اقرر بنفس الطريقة كده هفوت واحد اتنين تلاتة وعلى رابع غرزة هليف الخيط وادخل في حلقتين الغرزة بشكل سليم هسحب عمودين بلفة واحد اتنين اخد سلسلة فراغ وفي نفس المكان ارجع اكون عمودين وبنفس الطريقة كده هلفة على الدور كله كل رابع غرزة بشتغل من نفس الصدفة كده والحد النهاية اصلت على نهاية الدور بعد اخر غرزة بالشكل ده كده بيتبقى معي على الدور واحد اتنين تلاتة هفوت الورز المعي وعلى سلاسل الارتفاع هعد واحد اتنين وفي تالت سلسلة هقفل غرزة منزلقة وانهي الدور علشان ارتفع للدور الجديد ويكون ارتفاعي سليم لازم من المنزلقة اللي بقفل بيها كده هشتغل كمان منزلقة على اول عمود جاي معايا باشتغله بشكل البريد الامامي فهنزل من المنزلقة اللي قفلت بيها كده اسفل العمود اللي جاي على طول وعليه الدور بنزل بشكل البريد الامامي كده اشتغل كمان منزلقة اسحب الخيط واطلع من الحلقة اللي على الابرة ابقى اشتغلت منزلقة بشكل البريد الامامي ارتفع 3 سلاسل 1 2 3 والارتفاع ده كده هعتبر اول عمود بريد امامي معي على الدور اللي جاي هشتغل ازاي على الفراغ اللي جاي على طول اللي هو يعتبر منتصف ورزة الصدفة السابقة شايفين معي السلسلة اللي ما بين الاربع عمدة هلف الخيط على الابرة واشتغل عمود بلف بعد العمود هياخد سلسلة واحدة بس وارجع في نفس المكان الف الخيط واشتغل كمان عمود بلف يبقى انا كونت على المنتصف كده حرف V مكون من عمود سلسلة عمود بالشكل اللي احنا شايفينه كده هاجي على العمود اللي جاي على طول من نفس الصدفة شايفين معي نفس العمود اللي جاي اهو الف الخيط على الابرة واشتغل بشكل البريد الامامي هشتغل عمود عايزي من تحت العمود بالشكل ده كده هسحب واشتغل حلقتين فحلقتين هقرر على مدار الدور كله بنفس طريقة العمل كده على كل الصدفة هتقابلني هشتغل ازاي الصدفة معي اربع غرز او اربع عمدة اهيه هفوت العمود الاول وعلى العمود رقم اتنين هلف الابرة وانزل اسفل العمود التاني كده اسحب بريد امامي من اسفل العمود بالشكل ده كده واشتغل العمود العايزي حلقتين فحلقتين اشتغلت بريد امامي جوه الفراغ اللي هو منتصف الغرزة واشتغل حرف V مكون من عمود سلسلة كمان عمود على نفس المكان بعد كده هشتغل بريد امامي على اول عمود معي بعد الغرزة اللي اشتغلتها او بعد الفراغ على طول شايفين؟ على العمود اللي جاي اهو هشتغل بشكل البريد الامامي برضو عمود بلف زي ما احنا شايفين مع بعض كده هبتدي اكرر بنفس الطريقة هلف الخيط على الابرة على الغرزة اللي جايه هفوت العمود الاول واشتغل اسفل العمود التاني بريد امامي اسحب الخيط والتلات حلقات هشتغلهم حلقتين فحلقتين على المنتصف هشتغل حرف V مكون من عمود سلسلة كمان عمود على نفس المكان كونت جوه المنتصف حرف V هجي على العمود اللي جايه على طول هلف الخيط واشتغل بريد امامي امزل اسفل العمود بالشكل ده كده اسحب الخيط واشتغل من نفس العمود هكرر على مدار الدور كله بنفس الطريقة فوت العمود الاول للصدفة على العمود التاني باشتغل بريد امامي جوه المنتصف نفسه باشتغل حرف V مكون من عمود سلسلة كمان عمود بلفة بعد كده على اول عمود بعد الفراغ على طول هلف الخيط واشتغل بريد امامي من اسفل العمود بالشكل ده كده هقرر بنفس الشكل والطريقة ولحد النهاية وصلت على نهاية الدور زي ما احنا شايفين مع بعض اشتغلت على اخر غرزة بنفس الطريقة اشتغلت بريد امامي حرف V بريد امامي وعلشان انهي الدور بنفس الطريقة بنجي على سلاسل الارتفاع في السلسلة رقم اتنين وبنقفل غرزة منزلقة وننهي الراوند علشان نرتفع للدور اللي جاي ويكون ارتفاعي سليم من المنزلقة اللي بنقفل بيها بنيجي نشتغل كمان منزلقة بشكل البريد الامامي على اول عمود بيقابلني تمام بس انا علشان هشتغل من لون مختلف فهشتغل المنزلقة التانية دي بلون جديد واذا حابة هتشتغليها من نفس اللون بتسحبي على طول منزلقة ويتكملي معاك فانا هنا كده من المنزلقة اللي قفلنا بيها هنزل اسفل اول عمود هيقابلني اسحب اللون اللي هشتغل منه واسحب المنزلقة بالشكل ده كده وهبتدي ارتفع من اللون اللي سحبته بتلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هاعتبر ان ده اول بريد امامي معايا على الدور الجديد كل باترون الورزة بتاعتي عبارة عن تكرال الدور السابق ده بدون اي تغيير فالعمود اللي ارتفعناه ده بيعتبر اول بريد امامي اشتغلناه على العمود في مكانه كده وعلى منتصف الصدفة نفسها هرجع اكون من حرف الفي مرة تانية هلف الخيط على الابرة وجوه المنتصف هسحب عمود بلفة سلسلة وكمان عمود بلفة على نفس المكان ابقى انا اتكونت على منتصف الصدفة حرف الفي بالشكل ده كده تمام؟ على اول عمود هيقابلني على طول هلف الخيط واشتغل بريد امامي هنزل اسفل العمود بالشكل ده كده اسحب الخيط واشتغل العمود بتاعي بشكل طبيعي اذا انا قررت من نفس تكرار الغرزة مرة تانية باشتغل بريد امامي وحرف في بريد امامي باشتغلوا فين؟ باشتغلوا على تاني عمود من الصدفة والعمود اللي قبل الاخير بريد امامي ولكن حرف الفي في المنتصف فعلشان هقرر كده هعمل ايه؟ على الغرزة اللي جاية هفوت العمود الاول وعلى العمود التاني هنزل بشكل البريد الامامي كده اسحب الخيط واشتغل العمود بتاعي بعد كده على المنتصف هكون حرف في مكون من عمود سرسلة كمان عمود بلفة بعد حرف في بالشكل ده كده هلف الخيط وعلى اول عمود جاي على طول بعد الفراغ هسحب غرزة بريد امامي باترون سهل جدا وهنبتدي نقرر مرة تانية على غرزة الصدفة اللي جاية بفوت اول عمود منها وعلى العمود رقم اتنين بنزل اشتغل بريد امامي جوة بشتغل حرف في عمود سلسلة كمان عمود على نفس المكان بعدين على العمود اللي جاي على طول بعد الفراغ اللي اشتغلت فيه هلف الخيط واشتغل بريد امامي اقرر بنفس الطريقة كده وارتفع من نفس السطر بنيجي على النهاية نقفل منزلقة وننهي الدور وبعدين منزلقة بشكل البريد الامامي على اول عمود معايا ونلف بالدور من جديد ونرتفع بعد بتكرار نفس السطر زي ما احنا شايفين مع بعض كده ارتفعت لحد الارتفاع المناسب على القطعة انا بشتغل القطعة لي عشر سنوات والارتفاع المناسب على الجدول هو عشرين سنتيمتر انا تقريبا وصلت على عشرين سنتيمتر وتوقفت على الدور اللي جاي هبتدي اعمل تناقص طيب لو بعمل مأسات مختلفة كل الارتفاعات متوفرة ومتاحة على الجدول بترتفعي بالارتفاع المناسب على كل اياس بتشتغليه ثم على السطر اللي جاي هتشتغل معايا بنفس التناقص تمام؟ انا هنا كده في نهاية الدور وقفلت منزلقة بشكل طبيعي خالص على سلاسل الارتفاع اللي في النهاية ونهاية الراوند بشكل سليم المنزلقة اللي جاية زي ما بشتغل من بداية القطعة بالزبط منزلقة بقفل بيها الدور ومنزلقة بشكل البريد الامامي على اول غرزة معايا طبعا الدور على تغيير الالوان بالنسبالي فهغير اللون في المنزلقة الثانية بالشكل ده كده ويهرتفع بشكل طبيعي خالص واحد اتنين تلاتة هاعتبرهم اول عمود بريد امامي معايا زي ما برتفع من بداية القطعة الفرقة على السطر ده اني هشتغل فقط بالبريد الامامي ومش هشتغل حرف الفي اللي كنت بشتغله على المنتصف انا كنت بشتغل على الغرزة ازاي كنت بشتغل بريد امامي وجوه هنا في حرف في وبعدين بريد امامي لا انا على الدور ده هشتغل فقط على البريد الامامي ومش هشتغل في منتصف غرزة الصدفة فالارتفاع ده بيحل محل اول بريد امامي معايا هاخد سلسلة واحدة بس تمام وعلى العمود اللي جاي على طول مش هشتغل في الفراغو لكن على العمود اللي جاي على طول هلف الخيط واشتغل بريد امامي هنزل اسفل العمود بالشكل ده كده اسحب الخيط واشتغل من نفس العمود حلقتين فحلقتين ازا انا ارتفعت بس بالبريد الامامي وما اشتغلتش على منتصف الغرزة وهكمل على الدور كله بنفس الطريقة على الصدفة اللي جاي اهيه شايفين معايا هعمل ايه هلف الخيط على الابرة واشتغل البريد الامامي في مكانه بفوت اول عمود وعلى العمود رقم اتنين هسحب بريد امامي بالشكل ده اخد سلسلة واحدة بس وهشتغل البريد الامامي على العمود اللي جاي ازا انا استغنيت خالص عن حرف الفي اللي كنت باشتغل وقوق جوه الفراغو شايفين معايا كده وهكرر كده على مدار الدور كله بلف الخيط على الابرة استضافة اللي جاي اهيه هشتغل بريد امامي على تاني عمود منها بفوت العمود الاول وعلى العمود التاني بسحب بريد امامي اخد سلسلة واحدة وعلى العمود التاني اللي كنت باشتغل عليه بريد امامي هسحب العمود بشكل طبيعي يبقى ازا هكمل كده على الدور كله والحد النهاية بريد امامي في مكانه سلسلة وكمان بريد امامي على العمود التاني بالشكل ده كده وهكمل والحد نهاية الدور حصلت على نهاية الدور واشتغلت على اخر غرزة بنفس الطريقة كده شايفين معايا اشتغلت البريد الامامي في مكانه دلوقت سي على سلاسل الارتفاع اللي في النهاية في تالت سلسلة وهقفل غرزة منزلقة وانهي الدور بشكل طبيعي خالص زي ما بنهي المفروض كده ان انا واقفة على اول بريد امامي واذا ارتفاعي سليم مش محتاجة اتحرك من مكاني لكن من المنزلقة اللي قفلت بيها عشان يبقى شكل الغرزة بالنسبالي سليم هنزل اسفل الارتفاع نفسه اللي قفلت بيه شايفين انا قفلت الدور فوق بشكل طبيعي على تالت سلسلة على نفس الارتفاع اللي قفلت فيه ده هاخد كمان منزلقة بشكل البريد الامامي هنزل اسفل الارتفاع بالشكل ده كده اسحب الخيط واطلع من الحلقة اللي على الابرة وارتفع تلت سلاسل ده بالنسبالي هيبقى اول غرزة بريد امامي على الدور اللي جاي تمام؟ بس انا المفروض ان انا اجمع الغرزتين مع بعض على الدور ده هجمع كل غرزتين هيقابلوني مع بعض فالمفروض انه الارتفاع هيتجمع مع الغرزة التانية اللي هي الغرزة اللي وراه على طول هعمل ايه؟ هلاف الخيط بعد الارتفاع كده وانزل بشكل البريد الامامي اسفل البريد الامامي اللي جاي اهو هنزل اسفل العمود واسحب الخيط المرة دي هاسحب الثلاث حلقات كلهم مش هشتغلهم حلقتين فحلقتين ولكن هطلع من الثلاث حلقات ابقى انا جمعت الارتفاع والغرزة اللي بعده بالشكل ده كده هاجي على نهاية الدور وقف الفطوب بالغرزتين مع بعض ابقى انا جمعت الغرزتين دول مع بعض تمام؟ على الدور ده كل عمودين بريد امامي هيقابلوني كده هجمعهم في غرزة واحدة فشايفين معايا كده على الغرزتين اللي جايين هلف الخيط على الابرة على اول بريد امامي هنزل اشتغل بريد امامي بشكل طبيعي من اسفل العمود واسحب الخيط لكن الثلاث حلقات هخرج من حلقتين بس الحلقتين البقين هيتبقوا معايا هلف الخيط على الابرة وعلى العمود اللي جاي وعليه الدور هسحب برضو البريد الامامي بشكل طبيعي وبردو هشتغل منه حلقتين وبس بيتبقى معايا على الابرة 3 حلقات هسحبهم في حلقة واحدة اذا انا جمعت الغرزتين في غرزة واحدة بالشكل ده كده على مدار الدور كله هقرر كل غرزتين كده هشتغلهم بنفس الطريقة هلف الخيط على الابرة العمود اللي جاي من اسفل العمود بريد امامي هسحب منه حلقتين والباقي معايا هلف الخيط على العمود اللي جاي برضو بريد امامي برضو بسحب بحلقتين بس بيتبقى معايا 3 حلقات من الغرزتين بسحبهم في حلقة واحدة وهقرر على مدار الدور كله بنفس الطريقة كده العمود اللي جاي بريد امامي ناقص منه حلقتين وبس هلف الخيط العمود اللي بعده برضو حلقتين وبس وبعدين 3 حلقات في حلقة واحدة وهقرر كده والحد نهاية الدور قلت على نهاية الدور زي ما احنا شايفين بدأت ديق معايا الطاقية ازاي على الدور اللي جاي هعمل نفس التناقص هو هو على كل غرزتين مع بعض انا كده في النهاية واشتغلت على اخر غرزتين هاجي على البداية شايفين سلاسل الارتفاع اللي كانت في البداية هقفل على طب غرزة اللي بعد الارتفاع على طول مش هقفل في الارتفاع ولكن يعتبر هقفل في طب الغرزة اللي انا جماعتها مع الارتفاع على الدور السابق شايفين بالشكل ده كده هقفل غرزة منزلقة وانهي الدور بعدين بنفس الطريقة بالزبط انا معايا هنا هو المفروض ان دي غرزة واحدة يعني ما اشتغلش عليهم بشكل منفصل لان انا جمعتوهم على السطر السابق المفروض ان دول غرزة واحدة هعمل ايه؟ هشتغل بنفس الطريقة من المنزلقة اللي بقفل بيها هنزل في نفس المكان اللي قفلت فيه منزلقة أسفل العمودين كده أو يعتبر أسفل الغرزة المجمعة عندي وهسحب كمان منزلقة بشكل البريد الأمامي سحبت المنزلقة هرتفع بيه تلاتة سلسلة وهعتبر أن ده أول غرزة معي تمام؟ هبتدي دلوقتي أجمع معاها الغرزة التانية على طول بنفس الطريقة هلف الخيط على الإبرة واشتغل بريد أمامي الغرزة دي هجمع كل الحلقات مع بعض علشان أجمعها مع الارتفاع بالشكل ده كده تمام؟ يبقى أنا جمعت الارتفاع والغرزة اللي بعده فيه غرزة واحدة على الدور كله كله غرزتين شايفين دي كده غرزة لإني جمعتهم مع بعض على الدور السابق لو اشتغلت عليهم بشكل منفصل بالشكل ده كده أبقى اشتغلت تناقص يعني بشكل غير سليم تمام؟ الغرزة دي تعتبر يعني العمودين مع بعض يعتبروا غرزة واحدة تمام؟ هلف الخيط وهنزل أسفل الغرزة المجمع عندي كده بشكل البريد الأمامي أسحب الخيط وأسحب حلقتين وبس الغرزة اللي بعدها على طول بنفس الطريقة هلف الخيط وانزل أسفل الغرزة المجمع عندي هسحب برضو بريد أمامي بسحب حلقتين وبس تمام؟ ثلاث حلقات اللي بيتبقوا معي في حلقة واحدة نفس التناقص اللي كنا بنشتغله في السطر السابق الفرق إن الغرز عندي باقة مجمعة شايفين دي غرزة مجمعة غرزة واحدة بس ودي غرزة مجمعة بشتغل عليهم بنفس الطريقة هلف الخيط وانزل أسفل الغرزة كده بشكل البريد الأمامي أسحب واشتغل حلقتين وبس ألف الخيط وعلى الغرزة اللي بعدها بنفس الطريقة حلقتين وبس بيتبقى معي ثلاث حلقات بسحبهم في حلقة واحدة هقرر بنفس التناقص كده والحد هربا يدور بنفس التناقص كده وصلت على النهاية دلوقت سي شايفين سلاسل الارتفاع اللي كانت على البداية هقفل منزلقة مش في ثالث سلسلة ولكن في طب أول غرزة بعدها على طول اللي تعتبر الغرزة اللي أنا جمعتها بالارتفاع هاخد غرزة منزلقة وانهي الراوند وبعدين هاخد سلسلة تأمين أرفع الخيط وقصه وخلي خيط النهاية بزيادة شوية طويل لأنه نفس الخيط ده هنكمل بيه غلق الطائل حالة دي كده النهاية الطويلة دي بنلدمها في إبرة التنظيف وهنبتدي إن احنا ندخل ما بين الغرز شايفين بندخل قبل الغرزة ونخرج من بعدها وهقرر كده داير ميدور الدايرة كلها بنفس الطريقة كده بسراجة عادية خالص داير ميدور الغرز والحد ما وصل على البداية بتاعتي مرة تانية وصلت على البداية شايفين معايا كده هبتدي أشد الخيط ده كله كده وأحكم الإغلاق قويش أغلقت معايا الطائل بالكامل شايفين هسحب الخيط وهدخل بيه الإبرة على منتصف كده وادخل من جوه الطائل بالشكل دا كده أسحب الخيط وبعدين هقلب الطائل علشان أتخلص من زيادة الخيط بقى بالمرة شايفين هاخد غرزتين تثبيت بالداخل على نفس المكان بالشكل دا كده بعد ما تأكد أنه أخدت غرزتين تثبيت ودخل معايا الخيط شوية على الغرز بتاعتي بالشكل دا كده هقص الزيادة طبعا كل زوائد الخيط اللي موجودة معايا من وصل الألوان أو من البدايات والنهايات هلضمها في إبرة التنظيف وانهيها بنفس الطريق بكده يبقى انتهى تطبيق النهاردة أنا سبتت لها كرة من كرات البومبوم عملتها من نفس اللون طبعا الكرات دي اشتغلناها مع بعض على تطبيقات مختلفة كتير بتتثبت بيه خياط عادية خالص في طب الطائية وأصبحت جاهزة معايا على الاستخدام شايفين معايا الغرزة حلوة قوي بجد من الغرز السهلة والبسيطة واللي بتبقى قيمة قوي على الشغل أتمنى انه تطبيق النهاردة يعجبكم وياريت كل الاستفادة النهاردة ما ينساش يعمل اللايك إذا بتتبعوني أو بتشوفوني لأول مرة وحبين تكونوا معايا على القناة ما تنسوش تعملولي سبسكرايب أو اشتراك عشان تشوفوا كل جديد على قناة كولكشن وفعلوا شارة الجرس يوصلكم كل جديد أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر